موسيقى لكل منا طريق في الحياة يجب أن يسلكه عليه أن يسعى ويبدع ويتألق في مجالاته ومحطاته المتنوعة كل محطة تمثل درس علينا أن نتعلم منه ورحل ننطلق من خلالها لمراحل جديدة في حياتنا مشاهدين الأعزاء حياكم الله في حلقة جديدة ومحطة مختلفة برفقة ضيف قرر أن يكون صاحب أثر في المتنوعة تتعرفون عليه بعد قليل خلكم ويانا موسيقى يوم مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان مع لقائنا المميز لهذا اليوم برفقة شخصية مميزة ورحب بضيفي سعادة الدكتور عبيت سيف حمد الزعابي سعادتك مساك الله بالخير وياما حبابك ويانا في برنامج محطات وعليكم السلام ومساكم الله بالخير وشكرا على الاستضافة الطيبة هذا واجب في البداية نبارك لك تعيينك رئيس للمجلس البلدي لمدينة كلباء أنت قالاتك كثيرة محطاتك متعددة فإن شاء الله وخلال حلقة اليوم نستعرض هذه المحطات والصعوبات والتحديات والنجاحات اللي مر فيها سعادة الدكتور عبيت الزعابي إن شاء الله ونحن سعيدين وجودنا معاكم من وين نبداها؟ من آخر محطة ولا من البداية؟ أعتقد من البداية أفضل من البداية بداياتك تقريبا كانت في المحاسبة وإدارة الأعمال من سنة 1989 كانت دراستك؟ طبعا انتقالي من المرحلة الثانوية كطالب في سيف الأعربي تقريبا الثاني على مستوى المنطقة الشرقية ومن ثم انتقالي إلى الدراسة الأكاديمية في جامعة الإمارات في 1985 وتخرجي في المحاسبة إدارة الأعمال المحاسبة بدرجة جيد جدا ومن ثم انخراطي في العمل المصرفي في مصرف الإمارات الأربية المتحدة كمدقق داخلي ومن ثم أيضا عملي في وزارة الدفاع كرئيس قسم المحاسبة وبعد ذلك انتقلت إلى العمل المصرفي في بنك دبيل إسلامي لمدة تقريبا عقد من الزمن تدرجت خلالها من مدير فرع إلى مدير إدارة وبعد ذلك شاءت الأقدار أن ألتقي والأصداف وهي أجمل صدفة بصاحب السمو والحاكم والذي أمر بإكمالي لشهادة الدكتوراه في جامعة دورام بالمملكة المتحدة ثم دهابي إلى المملكة المتحدة وقضائي ثلاث سنوات أكملت بعدها شهادة الدكتوراه في المصرف والتمويل ومن ثم رجوعي إلى جامعة الشارقة سنة 2000 وقضائي سنتين ثم تم انتدابي إلى الحكومة الاتحادية في هيئة الأوراق المالية والسلع كمستشار بحوث ومن ثم نائب للمدير ومن ثم الرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة ماشاء الله مراحل متعددة مراحل مختلفة تنقلات متنوعة فلو نتحدث أيضا عن الإيجابيات أو ما الإضافات التي أضافتها لك هذه التنقلات بين هذه التخصصات مما لا شك فيه طبعا التنوع في الخبرات يسقل الشخصية استفت كثير من تنقلاتي هذه في سقل شخصية من ناحية بناء القدرات أيضا وأيضا كيفية التعامل مع المشكلات الموجودة سواء كانت مجتمعية أو مشكلات موجودة في محيط وبيئة العمل تعلم الأدوات حل المشكلات وأيضا تحقيق الأهداف كان من ضمن الأشياء التي صقلت شخصيتي فيه وأعطائي المهارة اللازمة في النجاح نعم طيب دكتور برنامجنا اسمه محطات نعم شو رأيك الحين أنمر على هذه المحطات التي انذكرتها ونركز عليها ونصلت الضوء على إيجابياتها وسلبياتها والصعابة التي مريت فيها والنجاحات التي حققتها نبدأها من بدايتك قبل الحلقة سألت قلت لك اتخرجت سنة 1989 قسم المحاسبة في ذاك زمن ممكن أغلب الشباب لجأوا له السلك العسكري الشراطي فما لاقيت الرفض من الأهل أو عدم التقبل من هذا التخصص لا بالعكس يعني أنا يمكن من الناس اللي كانوا محظوظين يعني بوجود أهل مشجعين للتحصيل والتعليم وأذكر والدي الله يرحمه كنت في يوم الأيام فرجال آذاني في صبعي فقررت أني ما أذهب إلى المدرسة فسألني سؤال فقال لي لماذا لم تذهب إلى المدرسة فجبت بأن فرجال آذاني في صبعي فقال خذ أحمل الشنطة وأوصلني بنفسه مشا على الأقدام إلى المدرسة فقال أني يعني تأثير الواقعة هذه أنه عطتني حافز أني أكمل تعليمي فعلا أنا أتفق معك أستاذ عائشة أن العمل في هذاك الزمان في المجالات الرياضية خاصة في الحساب كان معوق لكثير من الطلبة ونحن يمكن أننا من أوائل الدفعات التي تدرس هندسة أو محاسبة وإقتصاد وهكذا نعم ولكن هذه الأمور أتت بثمارها لأن هذه التخصصات مهمة للمجتمع ومزالت مهمة أيضا نعم يعني عملت أيضا في العديد من المناصب ونتحدث عن الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في البداية كنت بالإنابة ومبعدها تم تثبيتك لمدة ثلاث سنوات أعتقد دكتور طبعا هناك بالنسبة للعمل في الروافد هذه والجهات الاقتصادية يتطلب منك أنك تكون مطلع فأنا تقريبا كانت مهمتي في البداية كمستشار بحوث لأنني منتدى أنتدبت من الجامعة فكانت مهمتي تتركز على موضوع البحوث والتطوير وبالتالي أنشأت جهاز للبحث والتطوير ومن ثم آتت ثمار البحوث هذه في إثراء المنظومة التشريعية للأسواق المالية تقريبا أنا أنجزت سبعين قانون في الاستثمار كنت رئيس اللجنة التي تم خلالها تطوير الأسواق من مبتدئة إلى ناشئة كنت أعمل حتى في المساء مع فريق الشركة أو الفريق المعني في سويسرا بترقية الأسواق أيضا كان هناك العضوية في الأيوسكو الأيوسكو منظمة عالمية تصدر معايير عالمية يتم فيها تقييم الدول على أساس الاستقرار المالي وإعطاء عضوية للهيئات الرقابية على الأسواق المالية استطعت من خلالها أني أصبح أول عربي يمسك نائب رئيس للمنظمة صحيح منظمة الأيوسكو أيضا ساهمنا كثير بتعلية متطلبات الترخيص الباريكزام أو ما يسمى بالباريكزام اشتغلنا كثير في موضوع تأهيل المواطنين يقرب من 45 موظف مواطن الآن الحمد لله موجودين رأس أقسام ودراء إدارات وينزلون إلى الميدان ويفلون حسابات الشركات وعندهم التول بوكس أو الأدوات اللازمة لتدقيقها جميل أحب أني أركز على موضوع تأهيل المواطنين في المجال المالي أو في مجال المحاسبة ممكن حين المشاهدين في بعضهم تخصصاتهم مالية تخصصاتهم في مجال المحاسبة مهتمين في هذا الجانب أو هذا التخصص فلو نتحدث أيضا عن تأهيل المواطنين كيف هذا الفرد أو المواطن يؤهر ذاته هذا سؤال مهم أخت عايشة وأعتقد أن كثير من المواطنين يتطلعون بتحصيل فرص يعني عندهم التعليم الجامعي ولكن المتطلبات الصناعة قد تفرق صحيح في موضوع المؤهلات الفنية فيما يخص الرقابة على الأسواق المالية وتأهيل الفرق التدقيق والتطابق جبنا من أفضل المدربين وحطيناهم على تدريب المواطنين على العمل في العمل أو في الحقل وبالتالي آتت تجربة ثمارها بأن تمسق للمهارات وهو يعمل بعد سنة أو سنة ونصف مهني وأكاديمي نعم هو تعليم فني مهاري وبالتالي حصل على شهادة فنية مهارية معتمدة من الشركة هذه وهو يعملها نعم فسقلت مهاراته من ناحية الفنية المهارية وأيضا يتعلم المهنية نعم وبالتالي استطعنا فعلا أن نخرج 45 موظف مواطن قادر على أن فعلا عملنا replacements عملنا نوع من التغيير يعني أحللنا المواطن بدل الوافد باعتبار أن المواطن أصبح كفو ويملك الشهادة المهنية والتعليم المهني واستطاعه فعلا يعني صراحتين يعني لما يعطى المواطن فرصة واهتمام ويتم تأهيله فعلا ينتج تزيد الثقة عنده تزيد الثقة والإنتاجية وأيضا صراحتين من خلال تجربتي مع أخواني المواطنين صراحتين عندهم الشغف وعندهم الأهداف واضحة لخدمة وطنه نعم بس التأهيل ويعطاهم الفرص للقيام بهذا الدور وما هي الأخطاء التي ممكن أن يقع فيها هذا الشخص وفي بعض الحياة ممكن حتى يكون مبدرية عنها صحيح يعني من خلال تجربتي يعني يمكن كان فيه تقاطع مع كثير من الشخصيات قد تصادف يعني شخصيات متسرعة يريد أن يصل إلى أهدافه بسرعة فائقة مشكلة هالشخصيات هذه يعني يمكن قد يتخذ أخطاء يتنقل من وظائف إلى أخرى بسرعة هذه ممكن يعني تفقد بعض الفرص قد يحصل على ترقية في وظيفته السابقة لو صبر وتم تأهيله بشكل يعني فعال بعض الأخطاء ممكن تحصل يعني من الاستقطاب قد يوظف شخص في غير محلي يعني ما يتناسب مع أمكانياته وكفاءاته لها السبب باختبارات السايكو ماتريكس وغيرها من الاختبارات مهمة جدا في التعرف على قدرات الشخص صحيح وبالتالي وضعه في المكان المناسب له لكي يبدع وينجح في تأدية أدواره نعم طيب سعاتك ماذا تعلمت من المجال المصرفي نعم طبعا أنا من خلال وجودي في خدمة العملاء تعلمت يعني فعلا الصبر في كيفية الاستماع إلى احتياجات أفراد المجتمع وتلبية تلك الاجتماعات للاحتياجات أيضا خدمة المجتمع أعتقد أنها هي نهاية المطاف لكل من أدى وعمل وقطع شوط طويل في الكادر المهني وبالتالي يتصب كل هذه الخبرات في نقلها إلى المجتمع وخدمة المجتمع يمكن هي باكورة أو تتويج لمسيرتها جميل لديك العديد من العضويات وماشاء الله تقريبا الصفحة مليانة عضويات فلو نتحدث أيضا عن عضوية معهد المحاسبين الإداريين في إستراليا وعضوية أيضا محاسب قانوني في بريطانيا ومحاسب قانوني من هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك عضوية المستشارين الماليين من معهد المستشارين الماليين في الولايات المتحدة تنقلات عديدة عضويات مختلفة بين بلدان أيضا مختلفة فلو نتحدث عنها شكرا جزيلا يعني كثير من جزء كبير من أفراد المجتمع ينقصهم الوعي أنا شخصيا طبعا لكوني أنا متخصص في العلوم المالية والتدقيق والمحاسبة لابد من أني أسعى إلى أخذ عضويات مطلوبة مني هي عضويات عالمية من معاهد عالمية لي إكساب نفسي يعني القدرات اللازمة والأدوات اللازمة للقيام بوظيفتي باحترافية يا سلام لهذا السبب دائما أنا أنصح كثير من الناس يعني عندهم أولاد فيتصلون علي حتى ديكاترا في الجامعة يعني أخواننا لكن ما بتخصصها يعني فيتصل بيقول لدكتور عبيد أنا عندي الولد أبغي يتخصص في العلوم المالية شو تنصح فأقول لي دائما يأخذ الشهادة المالية بكالوريوس محاسبة أو علوم مالية ولكن في نفس الوقت يحاول أن يحصل على شهادة مهنية لأن الشهادة المهنية هذه هي بتسق المهارات وبتعطيه تمييز عن غيرها فالشهادات المهنية هذه شهادات يعني مهمة جدا مسألة الجوانب المالية والتدقيق والمحاسبة يمكن يعني إلها ندرة نعم فاهتمام أعتقد أن المعاهد والجامعات الآن بالتخصصات هذه وطرح الشهادات المهنية مهم جدا لتخريج أجيال قادرة على أداء مهام في المالية والمحاسبة والتدقيق يعني يستفيد منها المجتمع طيب دكتور أهمية هذه العضويات يعني ما الإضافة دائما نرى أشخاص مختصين في مجال معين وعندهم عضويات مختلفة لماذا هذه العضويات؟ نعم هي العضويات لها تقريبا يعني وظيفتين أساسيتين الوظيفة الأولى أنها تسقل مهارة الشخص بالمعلومات التي هي المحدثة تعرفين أن كل علم يتم تحديثه تلقائيا فانضمامك إلى عضويات معينة يسقل مهاراتك بالمعلومات الجديدة يعني لو خدت طبيب وما عندها أي عضوية ممكن من خلالها يحضر مؤتمرات يقرأ مقالات علمية عن موضوع المتخصص فيه سيصبح كما هو جميل وبالتالي العضويات هذه كثير المعلومات تقف على آخر ما توصل إليه العلم والبحوث في المجال التجديد الصفة أو المميزة الأخرى أنها تربطك بمجتمع الصناعة إذا أنت مثلا متخصص في الأمور المالية مدقق مالي أو مثلا محاسب أو مدير مالي أو مدير استثمار فتربطك بصناعة الاستثمار يا السلام إحصائيات الأرقام التقارير مجتمع الصناعة لأدوات الحديثة المستخدمة فهي بالنسبة لك رابط مهم جدا لتحديث كفاءاتك ومعلوماتك وأيضا قدراتك نعم تناولنا العضويات الدولية لكن هناك أيضا عضويات محلية وأيضا خليجية نتحدث عنها لكن أعتقد صديقك الآن وزميلك الدكتور أحمد الشحي معنا عبر الاتصال المرئي ويوم مرحبا بك الدكتور وحياك الله يا أهلا وسهلا أختيك أهلا وسهلا ومرحبا هذا أبو محمد ما شاء الله أستاذنا هذا أستاذنا حياك الله طيب اليوم بو محمد موجود عندنا في برنامج محطات ما شاء الله ليه متميز في طرحة دائما نعم في البداية حابين نتكلم أيضا عن العلاقة أو الجانب الآخر من حياة الدكتور عبيد الزعابي فلو نتحدث أيضا عنها الدكتور صراحة عبيد الزعابي من الكفاءات الوطنية أنا أقولها بكل أمان وكل صراحة من الكفاءات الوطنية المتميزة على مستوى الدولة حتى خارج المنطقة تبارك الرحمن أنا يمكن أتكلم عن الدكتور عبيد في عملي معه في مشروع تطوير وتقييم اللي هي شركات الأوراق المالية والسلع على مستوى دولة الإمارات كان تكليفة لي الله يحفظه وإصراره واهتمامه بأن يضع معايير نظام النجوم العالمي اللي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 2015 دكتور عبيد حتى تصور لنظام نجوم عالمي خاص في الأوراق المالية والسلع وخصوصا شركات اللي هي تتعامل مع الأوراق المالية والسلع مع المتعاملين ومن الأشياء اللي اشتغلنا معاه طبعا ما شاء الله من النوع الحريص ما يعرف صبح وظهر بالليل تبارك الرحمن أي وقت تتوقع أتلقى الاتصال منه الله يحفظه إضافة إلى ذلك قيمنا مجموعة ما شاء الله من الشركات وصنفناها وهذا كان برعية ومتابعة الدكتور عبيد هذا واحد من المشاريع طبعا في مشاريع كثيرة أنا دائما أقول لدكتور عبيد أقول لأ أنت أستاذنا لما كنا في الماجستير أيضا هو أستاذنا تعلمنا منه في المجال المالي يعني أنا مبشاطر في المالية فكان الدكتور عبيد ما شاء الله معلمي كان يساعدنا في عملية المراجعات والأمور هذه فالدكتور عبيد علم من الأعلام المتميزة لنفتخر فيها أختفتخر فيه كصديق وكزميل عملي طبعا دكتور أحمد صديق مسيرة وفعلا يعني كان لنا كثير من المشاريع اشتغلناها مع بعض وهو مستشار تطوير إداري وموارد بشرية ناجح جدا وله محطات أيضا تذكر وأشكره على الإضافة هذه والإطراء اللي تفضل فيه شكرا لك دكتور أحمد الشيح وشكرا على هذه المداخلة الطيبة يعطيك العافية طبعا أنا بس حبيت بنها المنبرة بارك لك أبو محمد منصب رئيس المجلس البلدي في مدينة كلبة وأنا متأكد إن شاء الله في محطتك هذه إن شاء الله بيكون لك بصمة قوية على مستوى المنطقة والمنطقة الشرقية إن شاء الله شكرا أستاذ شكرا لكم جميعا شكرا لك دكتور شكرا على هذه المداخلة الجميلة اللي فهمت من الدكتور أنك مثابر ومصر الحمد لله نتحدث أيضا عن المثابرة والأسرار نعم نعم طبعا أنا من الشخصيات اللي فعلا يعني دائما مثابر للتحقيق الأهداف يعني تضع أهداف إذا وضعت أهداف قريبة المدى وبعيدة المدى نعم أنا من الشخصيات المخططة نعم واللي فعلا العمل المؤسسي المتوجه بالأهداف هي يعني كثقافة بالنسبة لي أنا وأيضا كأسلوب عملي يعني يومي وبالتالي كل شيء مخطط له كل شيء له أهداف معينة تاركتس معين وبالتالي يعني دائما اهتم بفريق العمل أنه يكون فاهم وعارف ومؤهل لدعمي في تحقيق الأهداف نتحدث عن تحقيق الأهداف ووضع الأهداف كيف يضع سعادة الدكتور عبيد الزعابي أهدافه يعني خاصة أني أنا مهتمة في مجال التنمية البشرية وتطوير الذات نعم طبعا هي وضع الأهداف تبدأ بعملية مسح للمجتمع نعم أو خلا نقول مجتمع سواء كان مجتمع الدراسة أو سواء كان مثلا لبيئة العمل طبيعة الدور المطلوب من كل وظيفة وبالتالي عملية وضع الأهداف عملية يمكن تكون يعني اجتماعية إنسانية وفيها برينستورمينج أو قدح الذهن مثل ما يقولون نعم فيجتمع يعني وضع الهدف مع فرق العمل لتوضيح الدور وأيضا استسقاء الاستنباط الأهداف هذه من فرق العمل ومسؤولياتهم ومن ثم وضع الهداف هذه بمشاركة فريق العمل لأن إذا فريق العمل ما شارك في الأهداف لن تنجح الهداف نعم وهذه من صفات القائد على فكرة نعم دائما يضع فريق العمل في المقام الأول أو حتى في أولى الصفوف نعم نعم تحدثنا عن العضويات الدولية والآن نستكمل هذه العضويات المحلية واللي موجودة أيضا في الدول الشقيقة فلو نتحدث أيضا عن العضوية الموجودة في جمعية المحاسبة والتدقيق في دولة الإمارات وعضوية مجلس إدارة هيئة المحاسبة والتدقيق في مجلس التعاون لدول الخريج وعضو المجموعة الاستشارية للاتحاد العالمي للمحاسبين في الولايات المتحدة وعضوا في المجلس الأسشاري لكلية إدارة العمال في جامعة الإمارات وكذلك مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا طبعا الجهتين اللي هي مجلس الخدمات المالية في ماليزيا باعتباري أنا عندي وظيفة أمثل الدولة في المجال المالي وبالتالي أيضا عضوا في مجلس إدارة المجلس العالمي للتمويل الإسلامي أو المؤسسات المالية الإسلامية لـ IFSP وهي طبعا جهة تضع معايير مالية يتم الاستئناس بها في تطبيق ممارسات التمويل في الدول بالنسبة للـ IFAC طبعا هذا اتحاد عالمي للمحاسبين وأنا في المجموعة الاستشارية أمثل دول الخليج فيها فيما يخص مؤسسة التدقيق الخليجي أنا أيضا عضو مجلس إدارة أمثل الدولة في مجلس إدارة الهيئة وهذه هيئة أيضا هيئة مهنية هدفها الارتقاء بممارسات التدقيق مهام التدقيق والمحاسبة في مجلس التعاون أيضا موضوع الاتحاد العربي نحن من دولة الإمارات الحمد لله من مؤسسي الاتحاد العربي للهيئات الرقابية على أسواق المال ومستضيفين في دولة الإمارات أيضا وكنت رئيسة لعدة سنوات أيضا أيضا عدنا لجنة للأسواق المالية في مجلس التعاون وشارك في اجتماعاتهم أنا كنت أشارك في اجتماعاتهم بشكل دوري فيما يخص جمعية المحاسبين والمدقيقين في دولة الإمارات هذه طبعا جمعية تضم كل المحاسبين والمطلوب منها أن نكون أعضاء فيها طبعا وأيضا هي تهدف إلى موضوع الارتقاء بممارسات إنشطة المحاسبة والتدقيق أثناء حديثك دكتور راودني سؤال كيف ينظم الدكتور عبيد وقته ونظمه لعضويات كثيرة إلى الجانب المهني إلى الجانب نقدر نقول الصحي النفسي اطلاعك مثل ما نعرف أن الدكتور أيضا هو قارأ ومطلع دائما فلو تحدث أيضا عن جدول الدكتور عبيد اليومي طبعا أنا خصص فترة للقراءة والعمل على الكمبيوتر الشخصي زيارة المواقع المتخصصة المهنية أيضا قراءة أوراق العمل والمخرجات المؤتمرات المهنية أيضا في تخصيص وقت للأسرة الآن يعني صار فيه الآن بعد ما خلصت مهامي في الحكومة ورجعت إلى المنطقة في وقت إضافي تم تخصيصه اجتماعي للأولاد والأسرة بشكل عام يعني تعرفين أن الأسرة لهم دور كبير ودعم كبير أيضا وقدموا دعم وتضحيات يعني خاصة فيه لما كنت أدرس ولما كنت أعمل في المنظمات هذه كأعضاء كان جزء كبير من وقتهم قد يجير إلى خدمة المنظمات هذه لكن بشكل عام فيه اتزان في تخصيص الوقت سواء كان في الأمور الاجتماعية أو الأمور التخصصية نعم الآن دكتور عندنا مفاجآت كثيرة سواء كانت اتصالات مرئية اتصالات هاتفية واعتقد الحين معنا أيضا أحد أصدقائك نعم تقريبا تجمعكم صداقة 15 سنة عرفت منه؟ بشوفه وبعرفه ونقول يا مرحبا بك الدكتور حسين التميمي حياك الله دكتور يا مرحبا يا أهلا بيتي الله يحيييج حياك الله وينا في برنامج محطات الله يحيييز زميلك واخوك الدكتور عبيد الزعابي موجود معنا في برنامج محطات السلام عليكم دكتور يا أهلا الدكتور عبيد صديق عزيز مبروك ألف مبروك على تعينك رئيس المجلس البلدي لمدينة كلبة شكرا دكتور وأنت موحل جدا عشرة طويلة نعم 15 سنة فلو نتحدث أيضا عن الذكريات التي تجمعكم المواقف الممكن أيضا الواحد ما ينساها نعم إذن موجه لي السؤال حديد شكرا شكرا لك وشكرا لقناة الشرقية على طلب المداخلة هذه دكتور عباد صديق عزيز وتجمعني بفترة طويلة من الصداقة والعلاقة الأخوية بدأت عندما كان يدرس على الدكتوراه في جامعة درهم وطلب مني أن أشرف عليه وكان لي الشرف أن أكون أن أديها للدور وبعد أن أنجز شهادة الدكتوراه بقينا على اتصال وطبعا بعد فترة قصيرة تم تعيينه في جامعة الشارقة كمدير لإدارة الموارد البشرية وصارت العلاقة بعد أقرب وأنا كنت في حينها رئيس قسم الفايننس أشتغل على قسم جديد اللي هو قسم التمويل فباعتبار دكتور عبيد في هذا المجال فكنت دائما أجلس معاه وأستشيره في الخطة الدراسية والمساقات اللي راح نطرحها فكان الحقيقة أعطانا فيدباك جيد جدا ومثمر بعدها عندما خرج إلى من جامعة الشارقة وتعين في هيئة الأوراق المالية ظلت إلى قتلها متواصلة طبعا هيئة الأوراق المالية دعمت الجامعة الشارقة في تأسيس السوق المالي وحضر سمو الشيخ سلطان الله يحفظه حفل الافتتاح لمرتين مرة في الطلاب ومرة في الطالبات فكان للهيئة دور كبير وطبعا أكيد دكتور عبيد كان إلى دور في هذا المجال بعد أن أصبح رئيس هيئة الأوراق المالية توثقت العلاقة أكثر وبقينا على تواصل مستمر في مواضيع كثيرة مشتركة طبعا قبلها أيضا كان لنا الشرف أن يدرس الدكتور عبيد في قسم التمويل لمساقات المالية في البكالوريوس وأيضا كان لنا الشرف أن يدرس دكتور عبيد في برنامج ماجستير ردارة الأعمال التنفيذي وكان أداء ممتاز وسمعت لدى الطلاب ممتازة هذه معلومة يديدة بعد فترة هذه معلومة يديدة أول مرة أسمع عنها أنه كان مدرس أيضا طبعا هو رجل أكاديمي أيضا مهني ناجح وبارع وأيضا أكاديمي متميز نعم في العام الماضي أيضا تشرفنا وتم تعيين الدكتور عبيد أستاذ زائر في جامعة الشارقة وقام بتدريس كثير من المساقات لأن أصبح أستاذ في جامعة الشارقة وكان أداء متميز وسمعة طيبة جدا بين الطلاب الفيد باك عنا ممتازة ولا يزال هو مستمر في جامعة الشارقة كأستاذ زائر فدكتور عبيد الحقيقة خبرة كبيرة مهنية وأكاديمية وأنا على يقين تام أن مدينة كلبة وأهالي كلبة الكرام سوف يستفيدون من دكتور عبيد ومن خبراته وقدراته العالية في جميع المجالات ما تقصر دكتور شكرا دكتور كل شكر لك عندك مداخلة أو تعليق على كلام الدكتور دكتور حسين طبعا هو بروفسور حسين طبعا رجل نحن يعني إله أفضل يعني أستاذنا تقريبا يعني يعني الواحد ما ينكر يعني دعمه وأيضا يعني العمل معي يعني بشكل سلس وموجه ومحب لمواطني الدولة وله يعني بصمات ما شاء الله على كلية دارة الأعمال فأحيي من هذا المنبر وأشكره جزيل الشكر على كل ما قاله عني أنا شخصيا يعني فشكرا جزيلا سعادة الأستاذ الدكتور حسين تميمي شكرا لك الدكتور حسين تميمي كنت مدرس أيضا في جامعة الشارقة وما زلت مدرس في جامعة الشارقة معلومة يديدة نعم نتكلم أيضا عن هذا المجال أو هذه المحطة نعم أنا عندي إيمان داخلي أنه يجب أن أنقل الخبرات هذه لأبناء الطلبة طبعا نعم فمن خلال هذا الهدف درست يعني في عدة جامعات الجامعة البريطانية في دبي جامعة أبوظبي أيضا وأيضا تشرفت بالتدريس أيضا في جامعة الشارقة في كثير من مثل ما تفضل سعادة البروفيسور الدكتور حسين على مستوى البكالوريوس والمستوى الماجستير أيضا جميل السنة الماضية أيضا كنت يعني أستاذ زائر لجامعة الشارقة يمكن أن درستي أربع مواد في الفصل الأول وأربع مواد في الفصل الثاني هي مواد اقتصاد وفل المالية نعم على الطاري يعني الجامعة أيضا كنت متفوقا في الجامعة فست أو حست على جائزة الشيخ راشد للتفوق العلمي نعم فلو تحدث أيضا عن هذه الجائزة نعم الحمد لله نحن يعني جائزة شيخ راشد الله يرحمه للتفوق العلمي هي جائزة عامة لكل خريجي الجامعات المتفوقين وأنا الحمد لله من الناس المحظوظين أنك أنت من أحد المكرمين فيها أصعب محطة مرت عليك دكتور طبعا أصعب محطة هي دراسة الدكتورة طبعا أنك تفقد علاقاتك الاجتماعية وضحي بعلاقاتك الأسرية أيضا وأيضا قد يكون فيها تضحية أيضا على موضوع التطور الوظيفي لأنك أنت بتقطع وبتكرس نفسك للدراسة فكان فيها تضحيات وفيها يعني الدراسة في المجتمعات الغربية يعني صعبة جدا في مسألة التكيف ومسألة يعني العيش في مجتمعات غربية نعم توثق الصور دكتور أنا يعني صراحة أني يعني ما أوثق الصور بشكل كبير ولكن عندي صور لا بأس بها يعني نعم طيب الحين عندنا مجموعة من الصور أو حتى الفيديوهات بنعرضها إن شاء الله ونبقى تعليقك على هذه الصور لكن في البداية عندنا مادة خلنا نشوف دكتور هذه المادة دعا أقسم بالله العظيم أن أحترم القوانين وأن أرعى المصلحة العامة وأدي أعمالي في المجلس بصفق وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شيء هنا أداءك للقسم عند تعيينك رئيس للمجلس البلدي في مدينة كلباء نتحدث عن هذه اللحظة طبعا ما في شك تشرفنا باختيارنا من صاحب السمو الحاكم كان شرف كبير لنا والتقى بهدفنا الشخصي بأننا نخدم المنطقة وأهل المنطقة وبالتالي كان شرف كبير أننا نحن حضينا بمقابلة سيدي سمو الحاكم وشربنا من منبع الفكر والتوجيه اللي جانا وإن شاء الله أننا نعدى أن نبذل قصار جهدنا في تنفيذ هالأهداف وخدمة المنطقة وأهل المنطقة والله يقدرنا إن شاء الله أن نكون على قدر المسؤولية والمهمة التي أنيطت بنا نتحدث عن الاستعدادات والتخطيطات لإن شاء الله التطويرية لمدينة كلباء نعم طبعا ما في شك أن المجلس البلدي أداة تنسيقية وأداة تخطيطية أيضا وبالتالي من واقع المهام العريضة هذه سوف ننطلق بوضع أهداف أيضا بنوثق أطر التنسيق والتعاون مع المؤسسات العاملة في المدينة يمكن المحور الأهم اللي بتقع عليه الأهداف هذه هي توطيد الاتصال بالجمهور والمقيمين والمواطنين لاستماع لهم وحل مشكلاتهم أيضا ونقل احتياجاتهم إلى الجهات المسؤولة نعم طيب الآن نشوف الصور أخرى نتحدث عن هذه الصورة اللي بتنعرض إن شاء الله بعد قليل عندنا الكثير من الصور دكتور هذه الصورة خلال زيارتنا لمتحف الاتحاد من ضمن زياراتنا مع فريق العمل كنا نزور المؤسسات في الدولة والمعالم الحضارية وهذه وحدة منهم لزيارتنا لمتحف من ضمن زيارات يعني متكررة والدائمة اللي تكون مقبلكم نعم 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 ن هاشم الأستاذ عبيد حسن عبيد خدوم المراشدة الأستاذ محمد ناصر كثير من الأخوان الموجودين في الثانوية العامة وفريق الحليب وأعتقد اللي بيشاهد بيتذكر الحيب بيسترجع إن شاء الله فكنت أنا متعمد أن أجيب الصورة هذه على أساس أني أذكرهم بالماضي الجميل في مدرسة السيف العربية جميل نشوف الصورة اللي بعدها هذه طبعا من ضمن مشاركاتي في المحافلة الدولية المؤتمرات المهنية التي تحصل في المنطقة نعم عندك الكثير من مؤتمرات والسيارات نعم ورق عمل وشاركت في كثير منها نعم في المجال المالي والمحاسبة حقق دكتور إنجاز كبير ونفتخر فيه في الحقيقة يعني سواء كان إنجاز على المستوى الأقليمي إلى جانب العالمي يعني فست في جائزة الموجودة أكبر لجان المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية نعم هذا إنجاز جديد وإنجاز كبير يضاف لأبن مدينة كلباء ما في شك يعني نحن أنا أكون أول عربي أول عربي صحيح يختار إلى أكون نائب رئيس منظمة عالمية تصدر معايير دولية نافذة لكل دول العالم بما فيها دول كبرى فكان إنجازه الحمد لله غير مسبوق يعني هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفعلا يعني لعبنا دور كبير في إصدار معايير دولية تطوير العمل على المستوى العالمي لاحتكاك بشخصيات اقتصادية فاعلة على المستوى العالمي أيضا من خلال رئاستي أنا للجنة الأسواق الناشئة يعني كانت بأقود روسيا والهند والصين والبرازيل وغيرها من تقريبا تسعين سوق عالمي فكانت يعني إثراء كبير للفكر الإنساني وأيضا تكوين صداقات مستمرة الحمد لله مع شخصيات فاعلة على مستوى الاقتصاد العالمي والاستفادة من هذه الخبرات والثقافات الدولية يكون هناك تلقيح لمثل هذه الخبرات والثقافات سواء كانت على المستوى المحلي إلى جانب أيضا المستوى الدولي طيب دكتور ما هو قدوة الدكتور عبيد الزعابي طبعا نحن ما في شك قدوتنا الرسول عسى السلام في المقام الأول ومن ثم ولي أمرنا صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي يعني يعني علمنا الاستثمار في البشر والصاحب يعني فكر الحضارة والترقية الإنسان والاستثمار في الإنسان يمكن يحضرني يعني لقاء صاحب السمو مع ثلة من الاقتصاديين في مؤتمر اقتصادي شاركت في إمارة الشارقة فقال لهم أنتوا تستثمرون في الشركات وأنا أستثمر في البشر يسر فاليوم الاستثمار في البشر يمكن هو الرهان على السباق وبالتالي أنا أعتقد أن الحمد لله إذا نظرنا للمجتمعات الآن سواء كان في مدينة كلبة أو غيرها من المدن مستوى الثقافة ومستوى التعليم مستوى المعيشة في تلك المدن بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل حكمة ولي أمرنا وحاكمنا سمو الشيخ سلطان صراحة صار فيه تطور كبير وارتقاء في مستويات المعيشة في المدينة أيضا الاستثمار في ما يسمى الاقتصاد المعرفي يمكن صاحب راية الاقتصاد المعرفي هو صاحب السمو الحاكم حفظه الله في يعني الاستثمار في الاقتصاد المعرفي من خلال إيجاد المؤسسات التعليمية إثراء التعليم صقل مهارات الناس بالعلم والمعرفة ويمكن هذا هو الفوز في الريحان نعم طيب دكتور لحين عندنا مكالمة لكن اللي عليك أنت تعرف من صاحب هذه المكالمة أو هذه المداخلة ونقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا بكم عرفتك أستاذ محمد بن دخين المطروشي ما شاء الله عليك صح؟ أنا مرحبا بك أستاذي يا إن شاء الله أستاذ أدري حياك الله معك الأستاذ عايشة بدرية فريق الإعداد الإعداد يا مرحبا نعم يا مرحبا بك طيب أستاذي اليوم موجود زميلك أو صديقك سعادة دكتور عبيد الزعابي فلو نتحدث أيضا عن العلاقة التي تجمعك مع الدكتور عبيد الزعابي دكتور عبيد دكتور عبيد سيف الزعابي هو علاقة حب وطن وعشق لخدمة هذا الوطن وهو زميل دراسة وزميل عمل وزميل في رحلة الحياة ومع هذا العمر أصبحت صداقة قايمة على حب هذا الوطن الكبير أول ما تعرفت على سعادة دكتور عبيد في جامعة الإمارات في كلية العلوم الإدارية والسياسية أنا ذاك أنا سمع وفي قسم محاسبة أنا يومها في سنة لما دخلت جامعة الإمارات كان قسم الإعلام مغلق فدخلت محاسبة فلما عرف هذا الإنسان لكن رأيته شاب مجتهد في كل المساقات المحاسبة أنا أخذت ممكن خمس مساقات من الحاسبة وصادف أننا نكون من نفس الجيل يعني فصادف وأنا ما عرف هذا الإنسان أنا هو من مدينة كلباء الجميلة وأنا من الشارجة من مدينة الشارجة نعم فجامعة الإمارات عرفتنا على طيف كبير من أبناء دولة الإمارات بالفجير خور فكان لاص الخيمة صحيح أمقي وين إيمان بوضبي لي والعين فالدكتور عبيد كان من الطلبة المميزين فقد أتمنى أن أتعرف عليه لكني عرفت بس وما عرفني يعني ما نصار في صداقة في الجامعة دار الزمان وعملنا في صفوف القوات المسلحة في القوات الجوية كان دكتور عبيد رئيس قسم المحاسبة وأنا كنت رئيس قسم النشر ثم دكتور عبيد طموحه يعني ما توقف فأذهب وانتقل إلى الحياة المدنية كمل الماجستير كمل الدكتوراه ودخل في خصوصات علوم الصيرفة والاقتصاد وصنوفها المختلفة يعني أنا أبغي أقول موقف بسيط مع الدكتور عبيد صادف أننا أخذنا دورة مشتركة مع بعض وأنا ما انتبهت إلى الجدول فذاكرت قضيت اليوم كله أذاكر مادة وصبحنا الصبح ومستقينا قبل ما ندخل الاختبار تشتب ربع ساعة فأقول له والله كذا كذا قال لي محمد في مادة ثانية الاختبار اليوم قلت لكيف وطالع الجدول يعني ما كنت مشتعد هني الموقف الحقيقي دكتور عبيد هار ربع ساعة أعطاني ملخص المادة اللي أنا ما استعدت له وقال لي أخي محمد تركز معي واحدين ثلاثة أربعة خمس شتة كذا نقاط شرح بسيط دخلت الاختبار والنتيجة كانت تسعة واربعين من خمسين ماشاء الله فأتخيله يعني لما الله وفقت في زميل وصديق أعطاني خلاص وجهده مثلا في لحظة مفاجئة بعنا بإمكانه أنه يبتظرني يذاكر ويستعد بالضبط لكن آثر صديقة وزميلة يعني فكانت نتيجة يعني تذكرها الموقف دكتور نعم كثور عبيد والشهادة مجروحة لأنه هي الآن أنا صديق وزميل وممكن اعتبره أخو تشرفني في العمل مع بعض في جامعة الشارقة كان هو مدير إدارة الموارد البشرية وقتها وأنا كانت مدير إدارة المركز الإعلامي ثم تفرغت السبو التي تعرفين الحياة والطموح ما يقف دكتور عبيد طموحها يتكمل عبويات جمعيات دولية في المحاسبة والاقتصاد وإلى آخر وحضور مؤتمرات ثم أصبح رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع وسبح الله بعد دار الزمان وقت مستشار علامي في هيئة الأوراق المالية والسلع تقضعت الطرق ثلاث مرات أو أربع مرات في الجامعة قد يكون همين عرفين بس أنا عرفت في القوات المسلحة وقوات الجوية ثم شسمها التقينا في جامعة الشارقة وثم هيئة الأوراق المالية سبحان الله كيف الطرق تلتقي دولة الإمارات هي عبارة عن مسرح كبير للمجتهدين والعاملين ولعل شهادة الدكتور عبيد أنا متأكد هناك كثير من الزملاء والزميلات والزملاء أفاضل اللي عملنا معاهم أو حاضر لهم دكتور عبيد وقدم أوراق عمل والآن في المجلس البلدي لمدينة كلباء الغراء صراحة يعني أنا أقول الله يهنيهم به ويهنيهم به فالله يقدر يوفق دائما آمين يا رب والله يديم إن شاء الله هذه الصداقة وهذه الزمال وهذه الأخوة والله أنا تشرف قال أنا متعرفين الحمد لله نحن خيلي أنت يعني ممكن أن يكون عندي صديق قد يكون جار لكن صديق العمل يجب أن يكون العلاقة قايمة على المهنية المطلقة صحيح الصداقة هي أحرص أن أنصح أو أنصحني أنه يقف معي موقف المسؤول الحقيقي بينما الصداقة هي مثلا هنا بنتقدم مع بعض بنشرب شاي وبنسولف ناكف في العمل هنا خدمة الوطن هنا حقيقة يعني شهدنا جهوده وعمله ودعم للزملاء يعني دكتور عبيد في هيئة الأوراق المالية والسلع ما تخيلين 46 شاب وشابة دفع بهم رؤساء أقسام في قفزة غير مسبوقة دخلهم في دورة سنتين في جميع صنوف وأحدث علوم علوم الاقتصاد ومكافحة الغش والتفتيش في أسواق المال يعني وقد أكون أنا ما تسعبني في التفاصيل ولكن دخلهم في دورة طويلة مهنية شباب يعني ينحلف عروسهم يعني وبالفعل راهنة وبالفعل أثبتوا يعني أنهم قد الرهان يعني 15-16 رئيسة قسم دفع بها وهذا مرة وحدة يعني تخيل يعني في قرار واحد فيعني يعني هذه الشهادة للتاريخ أن التوطين كان الملف الرئيس عند دكتور عبيد ولكن شوفي تخصصات نادرة وتخصصات دقيقة وتبوأت دولة الإمارات في هذه التخصصات يعني المناصب الدولية أصبح نائب رئيس منظمة هيئة أسواق المال الدولية لسنوات نائب رئيس هيئة منظمة التنمية والتعاون الدولي أيضا عن هذه المناصب وعن هذه المحطات أستاذ محمد المطروشي كل الشكر لك على هذه المداخلة طيبة ويعطيك العافية ما قصرت شكرا شكرا ذكر الأستاذ محمد يعني نقطة جدا مهمة واللي هي صقل الكفاءات واللي نحن تحدثنا في بداية حلقتنا لليوم فلو نتحدث أيضا عن هذه النقطة وعن تحويل هذه الكفاءات خلال سنتين صحيح طبعا أنا يعني في البداية لما كأسلوب عمل يعني أنا في كل محطاتي يجب أن أقيم بيئة العمل نعم يعني أول ما أباشر أي مهمة أقيم بيئة العمل فرق العمل الموجودة كفاءاتهم موضوع التوطين إعطاء الحق للمواطن أن يسقل وترفع كفاءته ويرقى ويعطى الأولوية ويعطى الثقة في الإنجاز تعرفين عائشة الموضوع التخصص المالي يمكن يعني مسيطر عليه من قبل يعني العمالة الإجنبية أغلب المتخصصين هم أجانب فموضوع أنك تتزج بالمواطن إلى مواطن الاستثمار والتدقيق قد يراها بعض الناس خطرة ولكن أنا رأيتها لا سهلة جدا أني أنا أحطها في برنامج تدريبي أهل لمدة سنتين يأخذ شهادة مهنية أعطيه الأدوات صندوق الأدوات التول بوكس وأعطيها أيضا حقا أنه يترقع وهذا اللي حصل والحمد لله فعلا يعني قدرنا أننا 45 مواطن نستغطرهم من أهلهم وبالتالي نعطيهم الوظائف اللي هم يحتاجونها أو يعني عندهم أمل أنهم يأخذونها وبالتالي يشتغلك في موضوع التدقيق وغسل الأموال وأيضا التطابق والاستثمار والترخيص للأنشطة المالية وفعلا نجحنا الحمد لله ويعني كل الفرق اللي راهنا عليها نجحت نعم الله يعطيكم الصحة والعافية انتقاءات مميزة من قبل فريق العمل لهذه الشخصيات المميزة أيضا من المنطقة الشرقية وبالتحديد من أبناء مدينة كلباء سعد جدا بحواري معاك سعد دكتور عبيد سيف الزعابي كل شكر لك وشكرا أيضا على تواجدك اليوميانا في برنامج محطات شكرا جزيلا لك تعايشة وأتمنى أن أضفنا يعني لفتة ومشوار قد يستفيد من الكثير شكرا جزيلا ويعطيكم الفعال شكرا لك إذن مشاهدينا صناع الحياة هم من نحب دائما الاقتداء بهم ومجالستهم هم من يزرعون الأمل فينا ويساهمون في بناء مجتمع مشرق محطتنا لليوم انتهت على أمل لقاء بكم في محطة جديدة ومختلفة نترككم في رعاية الله وحفظه مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة